أكد سمو شيخ عبدالله بن زايد ألنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين على التزام دولة الإمارات بالبناء على مخرجات مؤتمر الأطراف كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ وتعزيز المكان الريادية للدولة وطموحاتها المناخية أمام العالم خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 جاء ذلك أثناء ترأس سموه للاجتماع السادس لللجنة الوطنية العليا حيث ناقش أعضاؤها خريطة الطريق للمسار نحو مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023